مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضرتكم في حلقة جديدة من برناميكم الإسبوعي عبر الكتاب متى نشأت اليهودية؟ ومتى كتب العهد القديم؟ يدع البعض أن اليهودية نشأت في بابل وأن العهد القديم كتب في بابل وقبل السبي البابلي لم يكن هناك يهودية ولم يكن هناك طوراة ولم يكن هناك أصفار للعهد القديم فهم يؤمنون أن ما كتب في التوراة كانت بذور موجودة في بابل وكل العمل المسبيين في بابل سنة 586 أنهم أخذوا من الأساطير السومرية والبابلية القديمة وطوروها وصغوها وكتبوا الكتاب المقدس أو كتبوا التوراة بالأخص هذه الحلقة هي مخصصة للرد على هذا الإدعاء ولهذا حلقة اليوم هي بعنوان الرد على دكتور خزعل الماجدي هل نشأت اليهودية وكتبت التوراة في بابل ولما أتكلم عن بابل هنا أنا أتكلم على 586 قبل الميلاد يعني بعد الخروج من مصر بحوالي ألف سنة عندما اتسبى شعب اليهود وراحوا في السبي البابلي وعاشوا هناك في السبي البابلي مدة 70 سنة وبعد كده رجعوا بقيادة عزرة ونحمية في الفترة دي ناشأت اليهودية في الفترة دي كتب أو كتبت التوراة هكذا يدعي الدكتور خزعل الماجدي مش كده هنرد عليه النهاردة ونحاول نشوف هل فعلا اللي بيقوله الدكتور خزعل صح ولا ده مجرد ادعاء ليس له أي مجال للصحة أو أنه يعني ادعاء بصراحة افتراء على التوراة والعهد الأديم طيب خلينا نسمع هو بيقول إيه ونعلق على اللي بيقوله الديانة اليهودية هي الأبعد تاريخيا أين نشأت الديانة اليهودية؟ هذا السؤال المهم والخطير لم تنشأ في فلسطين كانت يهوذة وأرشليم ديانة كانعانية إلى حد كبير هي تنوية على الديانة الكنعانية لكن نشأت في بابل عندما وضع الأسر البابليين ومنهم كهنة ورجال دين كثيرا عندما وضعوا في هذا التجمع ولم يزجنوا بصراحة ووضعوا في مكان قريب من نفر تقريبا يعني جنوب بابل إلى حد ما وبقوا ما يقرب من 45 سنة قبل أن يأتي كوريش ليحرر قسم من عدهم وليس كلهم هنا ظهر شخص اسمه عزر الكاتب الذي بدأ بحفظ مرويات معينة كانت موجودة سابقا وأضاف لها وزملائه فيما بعد في مجمع السنهدرين فيما بعد طبعا أضافوا لها الكثير من التراث العراقي أو الرافديني القديم ده السؤال اللي بتراحه أين نشأت اليهودية؟ بابل اليهودية لم تنشأ في فلسطين ولم تنشأ اليهودية قبل السبي البابلي اليهودية نشأت في بابل نشأت في بابل وعزر هو الكاتب للتوراة كان في بعض الروايات الأديمة طبعا هو لا يؤمن بوجود نصوص لكن يؤمن بوجود روايات قديمة فجمع هذه الروايات القديمة ومتأثرا بقصة الخلق البابلية وقصة التفان وقصة خلق آدم وحواء ومتأثرا بكل هذا أخذ هذه المعلومات كلها من الحضارة ومن الأساطير السومارية ومن الأساطير البابلية وطورها وكتب التوراة طيب أولا هذا الإدعاء ليس له أي سند ليس له أي سند تاريخي ولا حتى سند أقول مادي على اللي بيقوله كون عزر كاتب ماهر في شريعة الله العلي ليس معناها أن عزر هو مؤلف أو المحرر اللي حرر لنا التوراة وطلعها في صغتها النهائية هذه النظرية دكتور خزعل هي نظرية ينادي بها اللاهوتيين الليبراليين الذين يرفضون سلطان الكتاب المقدس وينادون بأن العهد القديم أو التوراة كتبت من أربعة مصادر وأنا كلمت في يمكن من حلقتين أو تلاتة فاتو عن من هو كاتب التوراة ورديت على نظرية المصادر وكلمت عنها بالتفصيل كويس هذه النظرية التي صاغها في صيغتها النهائية العالم ويلهاوزن وفي نفس الوقت قال لنا أنه في أربع مصادر المصدر اليهوي والمصدر الإلهيمي والمصدر التسنية وأيضا المصدر الكهنوتي ومن هذه المصادر الأربعة كاتب التوراة قاعد ياخد من هنا ومن هنا ومن هنا ويجمع وكتب لنا التوراة فالتوراة خرجت في شكلها النهائي في السبي أو هما بيقولوا في القرن الخامس قبل الملأة طبعا هو بيرفض أنه موسى يكون الكاتب هو لا يؤمن أنه حتى الكتابة كانت معروفة أيام موسى ويؤمن أيضا أنه لا توجد حروف أبجدية للكتابة أيام موسى وأنه ده كله جيمته آخر متأسرين ببابل هل هذا كلام صحيح؟ هل هذا كلام صحيح؟ هل عاش شعب إسرائيل من وقت الخروج؟ هو طبعا بيقول أنه حتى الخروج ده عليه تساؤلات كثيرة لكن هل عاش شعب إسرائيل من وقت الخروج؟ وحتى السبي البابلي ما كانش التورامة موجودة؟ ما كانش التورامة موجودة؟ يعني كان بيعبد بالتقاليد الشفاوية اتنقلت شفاهيا كيف كانوا يعيشون؟ وكيف كانوا يمارسون تقصهم اليهودية بحسب النموس؟ وهل هذه الأمة هذا الشعب طور ديانتو وخرجت اليهودية بشكلها المعروف اليوم في إساب البابلي؟ ولا لا طيب أول حاجة للرد أقول أنه الدعاء دكتور خزعل غير صحيح ولم أقول غير صحيح أنا هذكر أسباب معينة لماذا نحن لا نقبل ما يقوله دكتور خزعل الماجدي عن أن التوراة كتبت في بابل؟ لأسباب كثيرة أول سبب علم الأثار يؤكد وجود إسرائيل قبل السبي البابلي مش بس وجود إسرائيل وجود إسرائيل كشعب وجود إسرائيل كأمة وجود إسرائيل كشعب له ممارسات وله تقوس وله أعياد وله شرائع ده موجود أبسة بالبابلي علم الأثار بيأكد لنا دوا فهم لم يأتوا من فراخ ولم توجد اليهودية في بابل وتصنع في بابل ولم تكتب التوراة في بابل لكن كانت موجودة وكان شعب إسرائيل بيحكم بيها وكان الملك عنده نسخة وكان أيضا الكاهن والهيكل في نسخة وكل الممارسات والزبائح والأعياد والمواسم كلها كانت بحسب الشريعة المكتوبة في ذلك الوقت طيب من ضمن الأثار اللي بتؤكد لنا وجود إسرائيل قبل السبي البابلي ووجود شعب إسرائيل هي لوحة مرنبتاح لوحة مرنبتاح آه زي ما حضراتكم سمعته بالزبط مرنبتاح عنده لوحة هذه اللوحة بتؤكد وجود إسرائيل وبتؤكد وجود إسرائيل سنة 1200 قبل الميلاد يعني قبل السبي البابلي بحوالي 700 سنة وجود إسرائيل بعدتهم كشعب وبتقاليدهم وبعباداتهم في أرض إسرائيل في عام 1896 اكتشف الأثري الفرنسي فرنارد بيتري لوحة من الحجر اللي هو الجرانيت في معبد مرنبتاح الجنائزي بالطيبة أطلق عليها اسم لوحة إسرائيل أطلق عليها لوحة إسرائيل من ذلك الوقت حتى معروفة لحد اليوم هذه اللوحة بهذا الاسم لوحة مرنبتاح هتلاقيها أو لوحة إسرائيل وتعود هذه اللوحة إلى عهد مرنبتاح اللي حكم سنة 1224 إلى 1214 لمدة عشر سنين وعلى هذه اللوحة سجل لنا انتصاراته انتصاراته على الأعداء الذين كانوا موجودين في شرق مصر بالنحية الشرقية من مصر اللي هي تعتبر أرض كنعان في هذه اللوحة كتب الآتي عندما تحدث عن انتصاراته كنعان أسير بكل بلاء يعني هو دمر كنعان وأسرها أخذت أشقالون اللي هي واحدة من الخمس أقطاب بتوع الفلسطينيين واستولى على جازر أبيدت ينقام إسرائيل خربت خالية من الزرع إسرائيل خربوها وخالية من الزرع ده يعني ده ابتداء من السطر 38 بنجد هذه الكتابات كويس هتقول لي ممكن يكون في غلط في الترجمة وهذا ما يدعيه طبعا البعض إنه لا ده غلط في الترجمة وأنها مش لازم تكتب إسرائيل اسمها يرقا إيل وإلى آخر الكلام ده طيب هنشوف في مدونات قناة الجزيرة ليهم صفحة فيها مدونات كثيرة في هذه المدونات كتب أحمد الدبش كويس تحت عنوان مسألة إسرائيل في لوحة مرنبتاح مسألة إسرائيل في لوحة مرنبتاح واللي هميني قوي في المقالة دي إنه هو جاب عدة ترجمات للعبارة اللي فيها مذكور إسرائيل هذه الترجمات هي كالآتي كويس أول ترجمة هي لعالم الأسار الفرنسي فرنارد بيتري الذي اكتشف هذه لوحة قال إيه قوم إسرائيل قد أطلفوا وليس لديهم غلة أو بذور يبقى ترجم العبارة دي على إنها قوم إسرائيل ده مكتشف اللوحة اللي ترجمها يعني ده واحد مش غريب ده علم أثار هنري بارسيدا علم الأثار الأمريكي جيمس هنري قال إيه لقد أبيدت إسرائيل وستقصلت أبيدت إسرائيل وستقصلت العالم البريطاني علم المصريات البريطاني سير لان جاندر بيقول إيه ترجم العبارة دي إن إسرائيل أقفرت وليس بها بذور حاولوها إلى قفر وليس بها بذور ترجمت الدكتور فراس السواح وهو معروف كاتب ومتخصص غالبا في مقارنة الأديان ترجم إسرائيل صار خرابا وقطع دابره وقطع دابره إسرائيل صار خرابا الترجمت الترجمت في الكتب المقدسة وعلم لاهوت بتاع توماس تامسون وهو أيضا عالم في الآثار كتب إسرائيل مدمرة بذرته لم تعد موجودة دا كلهم ترجموا العبارة على أنها إسرائيل 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 في الخمس ترجمات اللي موجودة قدامنا ترجمت العبارة على أنها إسرائيل كويس طيب نيجي إلى جريدة الشرق الأوسط وجريدة الشرق الأوسط كتب الدكتور زاهي حواس فيها مقال كبير عن لوحة منبتاح لوحة منبتاح أنا عارف أن الخط شوية صغير كان نفسي يبقى أكبر من كده لكن هحاول أقرأ اللي مكتوب هذه اللوحة يطلق عليها اسم لوحة النصر ويطلق عليها البعض أيضا لوحة إسرائيل وقد عرفت بالاسم الآخر وذلك لوجود اسم إسرائيل عليها رغم أن هناك بعض العلماء الذين يعترضون على وجود هذا الاسم على اللوحة ولكن هذه الكراءة جاءت من خلال كثير من علماء اللغة المصرية القديمة يعني كراءة إسرائيل جاءت من خلال علماء متخصصين في اللغة المصرية القديمة يعني ما افتروش عليها وما غيروهاش لكن دي الترجمة اللي تعتبر الترجمة الصحيحة وهذه اللوحة من الجرانيت الأسود والنص المنقوش على اللوحة للملك مرنبتاح ابن الملك رامسيس الثاني من ملوك الأسرة التساعش في الدولة الحديثة طيب بيقول لنا إيه تاني؟ وجاء ضمن النص أسماء القبائل والإمارات التي قضى عليها الملك وأخضعها لمصر ومنه الفقرة التالية وإكفر يزرعيل ولم يعد لهم بذور وقد ترجم البعض يزرعيل بكلمة إسرائيل ويؤكدون ذلك لوجود التسمية ضمن أسماء القبائل والإمارات الأخرى التي أخضعها الملك مثل خاني وكنعان وأشكلون وخارور وكلها تشير إلى منطقة سوريا وفلسطين وهناك احتمال كبير في رأيه هو أن كلمة إزرائيل التي ذكرت على لوحة مرن بتاع لا تخص ترجمتها إسرائيل ولو فرضنا أنها إشارة إلى بني إسرائيل فستكون هذه المرة الأولى التي تذكر فيها إسرائيل في المصادر المصرية القديمة ولكنها ذكرت شعبا بلا مدينة وعايز يخرج من المأزق أنه هم شعب بلا أرض مع أنه عمرهم كانوا شعب بلا أرض من أول ما دخلوا أرض إسرائيل في القرن الثلاثتاشر بعد خروجهم من أرض مصر على يد يشوع وصار ليهم مدن كثيرة لكن عشان يخرج من المأزق بتاعة الأرض دي بتاعت مين إسرائيل ولا فلسطين هو بيحاول يقول أنه شعب ولكن بلا مدينة لكن مذكور شعب هذا الشعب اللي خرج من مصر له عباداته له طقوسه له قوانينه المدنية المؤسسة على النموس الموسوي له زبائحه اللي بيقدمها له مكان العبادة الخاص بي له الكهنة اللي من صبت لاوي اللي بيقدمه شعب موجود إزاي بقى أن اليهودية نشأت في بابل أنلغي ألف سنة من تاريخ شعب إسرائيل ونقول أنه غير موجود طيب هل في أدلة تانية طبعا في أدلة تانية أدلة بتقول لنا أنه مملكة إسرائيل كانت موجودة مملكة إسرائيل كانت موجودة وأنه بيت داود كان موجود بيت داود نحن نتكلم على القرن التاسع قبل الميلاد يعني قبل السبي البابلي بحوالي ربعمائة سنة كان موجود بيت إسرائيل وبيت داود هذه اللوحة هي يطلق عليها اكتشاف تل دان أو هضبة دانيال وهذه اللوحة مذكور عليها اسم بيت داود شوفوا في سنة 1993 في تل دان وجد حجر منقوش عليه ومكتوب بالآرامية ويحتوي نص على عبارة بيت داود يعود إلى القرن التاسع قبل الميلاد اللوحة الحجرية هي تسكار لنصرة بنهدد ملك آرام على إسرائيل في الشمال وعلى بيت داود في الجنوب بنهدد ملك آرام أتى وهدد مملكة إسرائيل اللي كانت في اللي كانت في الشمال ومملكة يهوزة اللي كانت في الجنوب خويس ومذكور فيها إنه يعني ضمر بيت داود زي ما ضمر أيضا مملكة إسرائيل شوفوا نقرأ في ملوك الأول خمستاشر وفي العدد عشرين تسمع بنهدد للملك أسى وأرسل الرؤساء الجيوش التي له على مدن إسرائيل وضرب عيون ودان وقبل بيت معكة يبقى بنهدد الحجر دا مكتوب تسكارا لي كويس بيتماشى مع النص الكتاب إنه أرسل جيشه وفعلا ضرب مدن موجودة في إسرائيل وموجودة في يهوزة وهنا الكتابة اللي بالأبيض دوان اللي تحت خط الأبيض دوان اللي موجود تحت هي ده النقش اللي موجود عليه بيت داود شايفينه الأبيض اللي موجود هنا أسفل ويقول النص بص النص بيقول وقتلت ملكين جبارين الذين كان يمتلكان ألفي عربة وألفي فارس قتلت يهرام ابن أخآب ملك إسرائيل وقتلت أخذية ابن يهرام ملك بيت داود يبقى سوري أتل يهرام ابن أخآب وأتل أخذية أيضا من بيت داود طيب أخذية يهرام ابن أخآب ملك من سنة كام ملك من سنة 850 إلى 841 يعني ملك 9 سنين وملك إسرائيل ملك يهوزة سوري ملك أخذية ملك من سنة كام ملك من سنة 842 إلى 841 ملك سنة واحدة في السنة الوحدة دي أتى بن هدد في السنة الوحدة دي ضرب يهرام وضرب أخذية ضرب إسرائيل وضرب يهوزة سوري مملكة يهوزة تحت ومكتوب إنه يهرام أو أخذية بن يهرام ملك بيت داود يعني لما نقرأ في سفر الملوك ونعرف يبقى إحنا بنقرأ عن وجود إسرائيل يعني الحدث دا حصل بالزبط 300 سنة قبل السبي البابلي قبل وجود نبو خز نصر ومجيئه إلى أرشاليم وقبل السبي أيضا الأشوري اللي تم ليه السامرة سنة 722 قبل الميلاد يعني إسرائيل كانت موجودة وكانت هيك الموجود وكانت التقوص اليهودية موجودة وكان النص التوراة موجود يعني نكمل 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 مسلة شال مناصر الثالث وهو ملك أشور شال مناصر كان ملك عظيم جدا وطبعا تاريخه معروف وعلى فكرة لما بنقرأ عنه بنقرأ عنه برا الكتير المؤدس وبنكتشف عنه حاجات هي بالزبط اللي تقالت فيه الكتير المؤدس مسلة بتاعته مسلة بتاعته موجود فيها صورة أتمنى أنا هتكون واضحة لحضراتكم شايفين الشخص قاليني معلش أعلم عليه يمكن يبان كويس شايفين الشخص المنحني ده كويس ده ياهو ملك إسرائيل ياهو ملك إسرائيل أتى راكعا أمام الملك شايل مناصر ده المسلة اللي بتقول لنا كده ده المسلة اللي بتقول هذا الأمر فالمسلة بتثبت لينا إنه ياهو فعلا والكتاب يقول لنا كده إنه خضع ليه شايل مناصر فالمملكة مملكة إسرائيل مملكة يهوزة موجودة والتهديد كان موجود ومن أشور كان موجود والتهديد كان لإسرائيل أيضا موجود والشعبين كانوا موجودين بعد انقسام المملكة بعد سليمان طيب كلنا نعرف عن سنحريب الملك سنحريب ملك أشور يعني ملك غالبا سبعمية وواحد أو سبعمية واثنين قبل الميلاد سقوط لخيش وهي مدينة عظيمة جدا مسجل على جدران قصر سنحريب في نينوة سقوط لخيش مسجل على جدران قصر سنحريب في مدينة نينوة ودي النقش هو موجود موجود دلوقتي في المتحف البريطاني لكن النقش ده على الحجارة موجود سقوط المدينة والناس بتسقط من المدينة والأسوار بتاعتها بتقع وسنحريب بينتصر عليها وبيدمرها لخيش مدينة عظيمة تقع في سهل يهوزة ونقرأ كده في ملوك التاني 18 وفي السنة الرابع عشر الملك حزقية سعد سنحريب ملك أشور على جميع مدن يهوزة الحصينة وأخذها وأرسل حزقية ملك يهوزة إلى ملك أشور إلى لخيش يقول قد أخطأت ارجع عني ومهما جعلت علي حملته أكد لنا وجود حزقية ومدن يهوزة والمدن اللي استول عليها أيضا سنحريب وده مسجل عندهم زي ما هو مسجل عندنا إزاي بقى أنه اليهودية نشأت في بابل هذا الشعب عاش بلا ثوراة وعاش بلا نموس وعاش بلا تقوس وعاش بلا قوانين أخلاقية وتقصية ومدنية ألف سنة عبال لما تكتبت التوراة في بابل بدون أي سند على فكرة بيتقال الكلام ده بدون أي سند يبقى شفنا أنه العلم الأثار بيدمر ادعاء دكتور خاز على الماجد بيقول لا إسرائيل كانت موجودة ويهوزة كان موجودة وشعب إسرائيل كان كله موجود سبب الثاني بقى أنه السبي البابلي تم لشعب إسرائيل يعني إيه لشعب إسرائيل تم لسكان أرشليم وقتها دمر وقتها دمر هيكل سليمان يعني ما حصلش السبي البابلي شعب كان عايش في الصحراء ما عندهوش هيكل وما عندهوش مدينة وكلنا عارفين أنه عشان تقام مدينة لابد أن يكون هناك قانون بيحكم هذه المدينة قوانين مدنية وقوانين للعبادة فيها هيكل يعني فيها كهنة يعني فيها طقوس يعني فيها عبادات كانت موجودة قبل سبي البابلي وفي مجيء الأول نبو خزنصر إلى أورشليم سنة 609 كويس أخذ معظم الأواني الذهبية اللي كانت موجودة في الهيكل ولما جيه مرة تانية سنة 597 أخذ مش بس الأواني لكن أخذ كمان كهنة وشباب زي الفل من عيان القوم ودهم إلى باب وفي مجيء الثالث أتى وحصر المدينة وسقطت المدينة وسبل لسباه وحرق الهيكل ودمره يعني لما جيه السبي البابلي جيه إلى شعب جيه إلى هيكل جيه إلى مكان موجود جيه إلى هيكل سليمان مجيه إلى ناس عايشة في الصحرة في خيام ما عندهاش أي مدنية ما عندهاش أي قوانين تحكمها فخد شعب عنده نموس خد شعب عنده شرائع ولما نقرأ نعرف إنه ربنا سمح بهذه الدينونة لأنه الشعب ترك الشرائع والوصايا الإلهية فلما يجي دكتور ماجد يقول لك دكتور خزعل يقول إنه اليهودية نشأت في بابل وكأنه الشعب إسرائيل ده اللي اتاخد من أورشاليم من يهوزة مملكة يهوزة هذا الشعب كان شعب بلا عبادات وبلا تقوس وبلا ممارسات دينية ومدنية آه هو خد خد الشعب وسباء لبابل لكن لما راحوا راحوا بشرائعهم ده دنيان والفتية التلاتة لما راحوا هناك رفضوا إنه هم يتنجسوا بأطايب الملك وبخمر مشروبه حبوا يعيشوا بحسب الشريعة اليهودية اللي تربوا عليها في أرشليم ولما راحوا بابل عاشوا كيهود بشرائعهم بعاداتهم بتقوسهم بقوانينهم بالتوراة بتاعتهم لكن مش كل حاجة علشان نظهر إنه بابل هي المصدر حتى هي المصدر لليهودية بابل لم تكن مصدر لليهودية أنا هقول التأثير السبي البابلية على اليهودية إزاي مش هنفيه لكن فكرة كتابة التوراة ونشأة اليهودية أساسا في بابل فكرة غير دقيقة والدعاء غير صحيح شعب راح شعب إسرائيل ومملكة يهوزة لما تثبت إلى بابل وكان كان وقتها دانيال في بابل دانيال كان من أول الفوج اللي اتاخد عندنا حاجة بنسميها ثلاث مراحل لترحيل شعب إسرائيل إلى بابل أول مرحلة اتاخد فيها الفتيان اللي من عائلات وأغنياء يعني الرويالز والنوبلز يعني واتاخد دانيال ومعه الفتيان الثلاثة دانيال لما راح بابل وهو عايش في بابل كويس دانيال كان عارف أرمية ونبوة أرمية أرمية اللي قعد في أرشاليم أرمية النبي قعد في أرشاليم مع الناس اللي قعدت في أرشاليم وأرمية النبي ليه سفر اسمه سفر أرمية وفي سفر أرمية أرمية كان بيتنبأ للناس وقال لهم أنه فترة السبي هتكون سبعين سنة سبعين سنة فلو رحت بابل بعد سبعين سنة هترجعوا من بابل دانيال اللي عايش في بابل كان عنده خبر بنبوات أرمية اللي بيقولها في أرشالين وذكرها واتكلم عنها حتى أيضا أنه سفر حسقيال وحسقيال النبي تنبأ وهو في بابل لأنه حسقيال كان من الفوج الثاني اللي اتاخد إلى بابل لما خدوا الكهنة كان واحد منهم حسقيال فلما راحوا إلى بابل ما راحوش بلا شريعة ومرحوش شعب مجرد من العقائد والنواميس لكن راحوا بشريعتهم بالتوراة بتاعتهم وعاشوا بيها في بابل طب إيه بقى هو تأثير السبي البابلي على اليهود السبي البابلي كان نقطة تحول في أمور كثيرة حصلت في اليهودية فيما بعد كويس كان نقطة تحول حصلت في اليهودية فيما بعد أول تأثير خلينا الأول نسمع الفيديو بتاع دكتور خزعال الثاني ونعلق على هذا الفيديو وهكذا بدأت تختلط الأمور ولكن أنت تعرف هذه إعادة إنتاج تراث يعني هو صار خلط بين العقيدة اليهودية الكنعانية وبين التراث الرافديني البابلي حصر لأنه كان موجود طبعا هناك أيضا مدونات سومرية وإلى آخر فبدأت إعادة إنتاج تراث المنطقة بطريقة جديدة اللي هي الطريقة اليهودية واستمر هذا العمل من حوالي سنة 450 أو بعد الأسر تقريبا إلى بدايات القرن الأول الميلادي وتجاوزها فيما بعد مع التلموت إلى القرن الأول إلى تقريبا إلى حد بطليموس الثاني في مصر هو الذي جمع كل التوراة إلى حد هذا الزمن كان يعاد إنتاج الرواية الدينية على يد الكهنة والحخامات الكبار في الديانة طيب طبعا هذا أيضا إدعاء آخر ملهوش أي أساس من الصح إعادة إنتاج التراث يعني اليهود دول خدوا من كنعان وبعدين راحوا إلى بابل فخدوا من بابل وعملوا خلطة كده عملوا خلطة أنتجوا بيها التوراة الخلطة دي كانت ناتجها هي أنهم أنتجوا التوراة وقعد هذا الإنتاج فترات طويلة ينتجوا فيه لحد لما جمعت التوراة مع الترجمة السبعينية التوراة جمعت مع الترجمة السبعينية طبعا كلام تاريخيا خاطئ وملهوش أي أساس من الصح لأنه الترجمة السبعينية تمت على أساس أنه كان فيه يهود موجودين في اسكندرية أولادهم أولادهم بدأوا يتكلموا لغة يونانية ونسوا اللغة العبرية بتاعة التوراة اللي موجودة معاهم في اسكندرية فكان القرار أنه انترجم التوراة إلى اللغة اليونانية حتى أن الأجيال التي نشأت من اليهود متغربين في البلاد لتحت يعني بتتكلم لغة يونانية مثل اسكندرية يكونوا فاهمين التوراة فالتوراة كانت موجودة مش جمعوها غير كده وكده احنا لما اكتشفنا مخطوطات كمران اكتشفنا أن التوراة موجودة كل العهد الأديم موجود وبيرجع إلى القرن الثالث قبل الميلاد كل العهد الأديم كان موجود منه أجزاء في كهوف كمران فيما عادة سفر استير حتى أنه سفر إشعياء كان موجود بالكامل كلام ده مش صحيح إعادة إنتاج التراث يعني يعني وهو على فكرة نفس الدكتور خزعل بيحاول يثبت في فيديوهات أخرى وكلمنا عنها مرات ومرات أنه إنه ما إليش الإسطورة السومرية وأنه جلجامش وأنه أيضا الإسطورة خلق الضلع ومش الضلع وآدم وحوض الأصلها كلها هم خدوها من الكتابات السومرية والبابلية بدون أي يعني سنة معينه الاختلاف اختلاف السماء عن الأرض وإنا حبيت الحلقات اللي فاتت أذكر ليكم تفاصيل كثيرة عن الأساطير علشان حضراتكم تعرفوا الفرق ما بين الأسطورة بتقول والنص الكتابي يقول لكن خليني أرجع إلى النقطة اللي احنا عايز ما هو تأثير السبي البابلي تأثير السبي البابلي كان إنه استخدام الحروف الأرمية العبرية اللي بنسميها الحروف المربعة في الكتابة يعني بدأ النص الكتابي يكتب بالعبرية اللي هي الأرمية كمان الحروف الأرمية المربعة أرميك سكريبت ده كان أول تأثير لكن ليس تغيير في النص هو كتابة النص الحد النهاردة بيكتب النص العبري بهذا الشكل حاجة تانية دمار الهيكل ودي نقطة في غاية الأهمية دمار الهيكل فورشاليم وجود شعب إسرائيل في بابل أنشأ حركة بنسميها حركة المجامع اليهودية خلينا الشرح الهيكل كان هو مركز العبادة في الهيكل تقدم الزبائح في الهيكل كان يتعبد الشعب في الهيكل كان الشعب يحتفل بأعياده وبمناسباته طيب الهيكل اتدمر ما بقاش فيه زبائح او بقاش فيه عبادات في الهيكل ولا كهنة ياخدوا زبائحك ويقدموها وإلى آخر القوانين والنموس المساوي اللي كان بيقول عليه وروحنا السبي كل اللي معانا في السبي هو طوراه كل اللي معانا في السبي هو النص الكتابي اللي موجود بين إيدينا هذا هو النص الكتابي اللي موجود ما بين إيدينا في السبي ازاي نتعبد لربنا يبقى نقعد ونقرأ وندرس النص الكتابي حلت هنا التوراه حلت التوراه مكان العبادة القديمة من تقديم زبائح وخلافه ونشأ أنه كل عشرة من اليهود في مكان ممكن يجتمعوا مع بعض ويصير هناك مجمع يهودي مجمع يهودي هذا المجمع اليهودي يعودوا يقروا فيه التوراه مع بعض كجزء من العبادة العبادة اللي حلت مكان عبادتهم في الهيكر ومن هنا نشأت حركة المجامع اليهودية اللي ما كانتش معروفة قبل السبي البابلي لكن السبي البابلي جعلها أمر ملح ومهم لوجوده ويس فبدأت المجامع توجد والمجامع بتحتاج إلى نص من التوراه فبدأت حركة نسخ التوراه عشان كل مجمع يكون فيه نسخة من التوراه عشان كده رب يسوع لما كان بيروح كفر نحوم كان هناك نسخة من التوراه لما بيكون يروح المجمع في مدينة أخرى كان هناك بيبقى نسخة من التوراه بولس لما راح أسيا الصغرى وكان بيدخل أي مدينة في أسيا الصغرى كان بيدخل إلى مجمع يهودي والمجمع اليهودي كان يقرأ فيه التوراه ثم يحاجيهم ويناقشهم المجامع اليهودية في المغرب فيها نسخ من التوراه والمجامع اليهودية في اليمن فيها نسخ من التوراه فبدأت حركة نسخ التوراه نسخ الأصفار العهد القديم لكي ما تدرس في المجامع اليهودية وما زالت مستمرة إلى يومنا هذا فالمجامع لم تكن جزء من النموس الموساوي كويس فيه كلام عن الهيكل وعن تأسمته وعن زبائحه وعن الكهنة اللي فيه ده في النموس المساوي لكن ما فيش كلام في النموس المساوي عن المجامع المجامع انشأت كحركة ضرورية لاستبدال الهيكل وعبته بقراءة التوراه والوجود أمام الرب والتعبد بكلمة الله وده كان تحول مهم وعشان كده نتيجة كده نتيجة كده بدأ الاهتمام بنسخ التوراه ونسخ التوراه بدأ يكون فيه اللي هما بنسميهم الاسكرايب اللي هما الكتبة جماعة الكتبة جماعة الكتبة هي الجماعة المتخصصة المسؤولة عن نسخ التوراه واضح الفكرة اللي عايزة أقولها ده كله نشأ امتى بعد السابي البابيلي بعد السابي البابيلي في فترة السابي البابيلي وبعد السابي البابيلي والحد النهارده هناك متخصصين ينسخون التوراه وعلى فكرة زي ما قلت لحضراتكم مرات ومرات قبل كده انه كل مجمع يهودي في كل مكان على وجه الأرض ما ينفعش يكون عنده نسخة من التوراه مطبوع برينتد يعني بالآلة لازم تكون منسوخة باليد ده التقليد وطبعا مع نشأة المجامع وقراءة التوراه كان هناك احتياج لتفسير للتوراه ومن هنا بدأت المدراش والتلمود وعلماء اليهود وتفسيرهم لتوراه موسى عندنا التلمود الأرشليمي والتلمود البابلي ده ليس اختراع لليهودية لكن ده تفسير تفسير للنصوص اليهودية ده كله كان يعني انتشار المجامع أنشأ الاحتياج إلى نسخ التوراه لتكون متوفرة في المجامع وهذه الحركة هي اللي بدأت مع عزرة مش عزرة هو اللي ألف التوراه عزرة كان كاتب ماهر ناسخ لشريعة الله ومن هنا بدأت حط الرولز والقوانين لكيفية نسخ التوراه وكيف يتعامل الناسخ مع النص وكيف يكتب وعلى أي نوع من الورق أو أي نوع من الجلود يكتب والخط والمسافات والهوامش وحالة الناسخ وهو بينسخ وتعامله مع اسم الرب وماذا لو أخطأ وإلي ممكن يحفظه من أن يخطئ وإزاي عد الحروف بتاعة التوراه قبل ما يكتب وإزاي يراجع عد الحروف مرتاني للتوراه للنسخة اللي كتبها وبدأت تتحط القوانين لأنهم كانوا يقدسون ومازالوا يقدسون كلمة الرب ده اللي حصل وده اللي بنشكر ربنا عليه إنه حصل نتيجة الساب تركيز أصبح على الكلمة المكتوبة الأول الشخص كان بيعتمد على الكاهن قبل الساب بيعتمد على الكاهن لأنه يروح بالزبيحة بتاعته الكاهن الكاهن هو اللي عارف التوراه بتقول إيه فيقوله يعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة لا دلوقتي مفيش كهنة ومفيش هيكل دلوقتي بنقعد مع بعض في المجمع نقرأ التوراه طيب مين هيفسرها لنا فبدأ يوجود وجود علماء اليهود الربايز معلمين حتى البعض كان يطلق على رب يسوع رباي يا معلم هؤلاء متخصصين في تفسير الشريعة وبدأ ايضا مش بس كده بدأت العبادة تاخد شكل مختلف مش بس انهم بيقروا التوراه ويفسروها فاكرين الرب يسوع لما دخل المجمع في كفر النحوم ودفع اليه سفر اشعياء وقارى من اشعياء روح السيد الرب علي لأنه مسحني لبشر المساكين ارساني لقاش في منكس القلوب الى اخر النص الجميل من سفر اشعياء دي كانت العادة بتاعت اليهود انه يقروا وبعدين اللي يقولك انه الكل كان بسسله لانه كانوا منتظرين انه يفسر يقولهم معناه ايه معناه ايه النص ده وابتدأ الرب يسوع يفسر النص ده ويتكلم عنه دي كانت العادة عند اليهود لحد النهار ده موجودة مجامع موجودة في كل مكان موجودة وكانت موجودة في مصر الوقت قريبا واللي موجود في مصر النهار ده مقفول بس كانت موجودة مجامع يهودية سيناجاج وبدأ ايضا شكل العبادة يختلف بدأ يخش ايضا في العبادة نوع من الترانيم المزامير بدأ يستخدم مزامير داود ويرنموها كجزء من العبادة فالسابي البابلي انشأ لينا ما نطلق عليه اليهودية الحديثة اليهودية الحديثة مش انشأ طورة جديدة لا انشأ تركيز جديد و اسلوب عبادة جديد الضرورة اوجدته الضرورة اوجدته يعني النهاردة لو حصل حصل مثلا اتهد والمساحيين في حتة من الحتة بتاعتهم تم تهجرهم كويس فالكنيسة الارتدوكسية اللي هي ليها نظام معين طريقة عبادة معينة راحت الى مكان اخر ما تقدرش مثلا تبني فيه كنيسة بيعملوا يبكتبوا في البيوت ويرنموا مع بعض ويصلوا مع بعض حلت مكان حاجة لكن الجوهر موجود فنشأت في بابل حركة اليهودية الحديثة يهودية المجامع يهودية وجود الكتبة يهودية وجود نسخ من التوراة تنسخ وطريقة نسخها وكتابتها كويس يهودية العبادة بالترنيم والتسبيح واستخدام المزامير حل المعلمين بدل الكهنة رابايز بدل البريست ده كله نشأ نشأ فيه نشأ في بابل كويس ولما رجعوا من بابل سنة خمسمائة تسعة وتلاتين لما لما كورش الملك أصدر الفرامان بتاعه وقال أنه حاجة من الحاجات المهمة اللي هندي بها هي حرية العبادة فلو أنت عايز وحرية الرجوع إلى أرضك لو أنت عايز ترجع إلى أرضك اللي أنت جيت منها ارجع فأول فوج رجع مع عزرة كان خمسين ألف ولما رجعوا إلى أرشليم كانوا نسيوا اللغة العبرية كانوا بيتكلموا أرامي فبدأ يبقى في الترجم ترجمة ترجمة النصوص من العبري للأرامي فظل العبادة بالعبري ظلت العبادة باللغة العبرية لكن الحياة باللغة العرامية والعبرية والعرامية يعني فيش فرق كتير بين الاتنين لكن اللغة العبرية هي لغة العبادة لغة النص التوراة الأرامية رب يسوع كان بيتكلم أرامي دي اللغة بتاعة كل يوم اللي بيستخدمها الناس وبدأ زي ما قلت تسجيل تعاليم معلم اليهود وتفسيرهم للتوراة واش كده نشأ التلمود نشأ التلمود تغيير أسلوب العبادة من الهيكل للمجمع كراءة التوراة وتفسيرها نشأت اليهودية الحديثة ويس مع السبي البابلي يبقى ما ادعاه دكتور خزع الماجدي أن اليهودية نشأت في بابل وأن التوراة نشأت وكتبت في بابل ليس له أي أساس من الصحة لا علم الأثار يؤكده ولا التاريخ يؤكده ويس وملهوش أي سند هو مجرد ادعاء ادعاء يدعيه من يرفضون أن موسى كتب التوراة وأن شعب إسرائيل كان موجود وله شرائعه ونوميسه وتقوسه وعباداته واحتفالاته وشرائعه اللي بتعبد بها ادعاء ليس له أي أساس من الصحة سبي البابلي أثر على إسرائيل فيما بعد على العبادة فيما بعد وجعل التركيز على المجامعة فالرب يسرائيه كان بيروح المجمع وكان في الهيكل في أرشارين لما كان موجود فأثرت أنه نشأت التركيز نشأت تركيز على نسخ المخطوطات نشأت تركيز على العبادة في المجمع نشأت تركيز على الصلوات وعلى التسبيح إلى آخره لكن اليهودية لم تنشأ في بابل والتوراة لم تكتف في بابل وأي حديث عن هذا المضوع حديث ليس له أي صحة أو أي سند منطقي نكمل مع بعض في الحلقات اللي جاية فإلى أن نلتقي سلام المسيح مع حضراتكم